لم يخمت بعد حريق المسجد الأقصى المبارك هكذا يرى كثير من الفلسطينيين والمسلمين حول العالم ولسيما أولئك الذين شهدوا النار تحرق منبر صلاح الدين الأيوبي بعد أن شعلها الصاينة في المسجد المبارك يوم الخميس الحادي والعشرين من شهر آب سنة تسع وستين وتسعمائة وألف وبحسب الشيخ أكرم صبري خطيب المسجد الأقصى رئيس الهيئة الإسلامية العليا بمدينة القدس الذي كان واحدا من شهد هذه الجريمة فقد شهدت ألسينة النيراني تنبعث من المسجد الأقصى المبارك وسحب الدخان ترتفع في سماء مدينة القدس قبيل السابعة من صباح ذلك اليوم هرع الناس رجالا ونساء وأطفالا إلى المسجد الذي باركه الله لإطفاء الحريق كانوا ينقلون التراب والماء في أواني الطبخ من الشوارع والبيوت المجاورة للمسجد المبارك بينما عرقل السلطات لاحتلال وصول سيارات الإطفاء حتى ساعات العصر كان الحريق مدبرا استخدمت فيه مواد شديدة الاشتعال لا يملكها الأفراد وإنما الدول ومع ذلك قدم الصهينة متهما واحدا على أنه الفاعل الوحيد ثم ادعوا بأنه مختل عقليا وأغلقت القضية إلا أن مخططات استهداف المسجد المبارك لم تتوقف بل تصاعدت فالحرائق مستمرة بالمسجد الأقصى المبارك وغيره من المقدسات ولكنها بأشكال متعددة فمنها الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك ومنها الحفريات تحت جدرانه والتضيق على أعمال ترميمه بل إن منها مخططات ضم أراضي الضفة الغربية إلى سيطرة الاحتلال واليوم تمر الذكرى وحريق الحقد الصهيوني مشتعل في فلسطين كلها وليس ثمة من يطفئ النار فالدول العربية والإسلامية غارقة في صراعاتها الداخلية وحروبها البينية بل وصل الأمر بعدد غير قليل من هذه الدول إلى تطبيع العلاقات مع الاحتلال والموافقة على صفقة القرن الأمريكية الرامية إلى التهام ما تبقى من حقوق الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر